لو لك كنت أباءً يا رب أو فاسقاً أو شقياً والمرء من غير دينين يا رب لم يسوى في الكون شيئاً يا رب والمرء من غير دينين يا رب لم يسوى في الكون شيئاً يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وحبيبنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً ومرحباً بكم إلى حلقة جديدة من عقيدتنا نتكلم فيها عن ركن أساسي من أركان عقيدة الإنسان المسلم وهو الإيمان باليوم الآخر بيوم الحساب هذا الركن له أهمية عظيمة في حياة الإنسان المسلم هذا الركن قاعدة إيمانية في حياة الإنسان المسلم له أثر عظيم على نفس الإنسان وعلى سلوكه هذا الركن له ارتباط بفكر الإنسان وبسلوكه لذلك أهميته ليست أهمية نظرية فحسب من خلال تصحيح تصورات الإنسان وإنما له أهمية سلوكية في حياة الإنسان من خلال سائر تصرفاته خلال ارتباطه بيوم يحاسب فيه على كل صغيرة وكبيرة فهذا الإنسان دوما يتطلع أيها الإخوة ليوم آخر المسلم وهو يعمل بهذه الدنيا يتطلع عنده آمال عنده طموحات عنده آلام تقع عليه في هذه الدنيا فلذلك يتطلع ليوم آخر ينال فيها جزاءه ينال العوض من الله سبحانه وتعالى ينال الأجر العظيم من ربه سبحانه وتعالى فأعظم خسارة عند الإنسان أن يخسر نفسه يوم القيامة لذلك عبر القرآن عن ذلك قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ذلك هو الخسران المبين أعظم خسارة للإنسان يوم القيامة أن يخسر نفسه نفس الإنسان هي من خلال حياته سعادة الإنسان من خلال حياته الدنيا من خلال هذه الفترة التي يحياها الإنسان في هذه الدنيا هي التي تحدد مصيره يوم القيامة فلذلك كانت أعظم خسارة ممكن أن يقع فيها الإنسان وهي خسارة لا تعوض أبدا كل خسارة تقع الإنسان ممكن يعوضها سواء نرسب في الجامعة في دراسته خسر مبلغ من المال يمكن أن يتدارك يمكن أن يعوض ولكن في الحياة الآخر لا يوجد أي تعويض ما في يوم القيامة رب يرجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت لا يرجع إلى الدنيا ليست هناك رجعة ثانية لذلك يسمى هذا اليوم باليوم الآخر يوم آخر أي ليس هناك يوم يرجع فيه مرة ثانية يوم آخر يعني هو آخر يوم في حياة الإنسان لذلك كان يوم الجزاء والثواب عند الله سبحانه وتعالى مراحل التي يمر بها الإنسان هي أيام في يوم لم يكن فيه الإنسان موجودا ثم كان جنينا في بطن أمه ثم ظهر إلى هذه الدنيا طفلا صغيرا شابا يافعا ثم شيخا كبيرا هارما ثم بعد ذلك ينتقل إلى حياة البرزخ ثم بعد ذلك تكون الحياة الآخرة فهذه آخر مراحل في حياة الإنسان فالله سبحانه وتعالى سماه اليوم الآخر وكلمنا عن أهمية الإيمان بهذا اليوم وكلمنا عن عظم هذا اليوم وعن مراحل هذا اليوم كل ذلك جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يربط نفس الإنسان دوما وهو يعيش هذه الحياة الحياة قصيرة الحياة التي يحياها الإنسان كم تساوي إذا قررناها بالحياة الآخرة لا تساوي شيئا لأنه حياة قليلة جزء بسيط أمام حياة خالدة أمام حياة لا موت فيها هذه الحياة فيها موت فيها أمراض فيها شقاء حياة مدتها كم سيحيا الإنسان؟ ستين سبعين ثمانين مئة سنة ماذا تساوي أمام حياة الخلود؟ فإذا هي من حيث الميزان الصحيح لا تساوي شيئا فلذلك الإنسان عندما يرتبط بالحياة الآخرة لأنها حياة الخلود لأنه أعظم سعادة عندما يسعد الإنسان في اليوم الآخر أعظم مكسب للإنسان أنه يكسب اليوم الآخر يكسب حياته يكسب نفسه وأعظم خسارة أنه يخسر أهله يخسر نفسه يوم القيامة لأنه إذا ضيع نفسه في هذه الدنيا لن تعوض يوم القيامة الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن هذه الحياة لا تساوي شيئا وبيّن لنا أهمية الإيمان بهذه الحياة الآخرة بيوم الحساب بيوم الجزاء ولنا أن نذكر شيئا عن أهمية الإيمان باليوم الآخر من خلال الحياة الدنيا عندما ننظر إلى رجلين أمامنا صورة صورة الأولى رجل يقول ما هي إلا حياة الدنيا وليس هناك حياة آخرة أن هذه الحياة الدنيا هي مبلغ نعيمي وسعادتي ولا يلتفت إلى حياة آخرة كيف يحيي هذا الإنسان في هذه الدنيا كما قال المشركون كما قال المنكرون لليوم الآخر وما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر كما قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر فإذن يتكلمون عن حياة دنيا أنه ليست هناك حياة آخرة وقالوا أنهم لن يبعثوا إذا كان الإنسان يظن أنه لن يبعث ولن تكون هناك حياة آخرة ولن يكون هناك حساب فيجد أن ميدان الذي يعمل به ويسعى به هو الحياة الدنيا إذا لا توجد هناك ضوابط أخلاقية لا يوجد هناك صحيح صحيح لا يوجد هناك عمل صالح فيجد نفسه أن هذه الحياة يريد أن يكسب منها كل شيء يريد أن يأخذ منها كل شيء دون أن يلتفت لأي فضيلة لأي خلق دون أن يلتفت لأي عمل صالح لأنه ليس عنده في مخيلته وفي فكره وفي عقيدته إلا هذه الحياة أما انظر إلى الجانب الآخر رجل يجد أن هذه الحياة هي مزرعة للآخر أن هذه الحياة الدنيا هي التي تبلغه بعد ذلك إلى الآخر يجد أن هذه الحياة الدنيا هي التي تحدد مصيره يوم القيامة لذلك تجد أن هذا الإنسان على هداية وعلى نور ومنضبط في أعمالي وفي أخلاقي وفي معاملاته لأنه يعلم أن هذه الحياة الدنيا ليست كل شيء أن هذه الحياة الدنيا في بعضها حياة يحاسب فيها يوم القيامة الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن هذا الإنسان المؤمن إذا أراد أن يفعل الشيء ثوما يتذكر اليوم الآخر فيقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم فهو يتأمل أن في يوم كيف أعصي الله سبحانه وتعالى كيف أظلم كيف أعتدي في يوم آخر عند الله سبحانه وتعالى فأخاف في نفس خوف من الله سبحانه وتعالى فلا يكون هناك ظلم ولا يكون هناك اعتداء ولا تكون هناك اعتداء على حرمات الله سبحانه وتعالى أو على الناس هو يتذكر دوما أن في يوم يقف به بين يدي الله سبحانه وتعالى وقفوهم إنهم مسؤولون هذا هو في اليوم الآخر هذا في يوم الحساب فهذا حاضر أمام مخيلته دوما كإنسان مؤمن فهذا إنسان تجد أعماله دوما منضبطة بالضوابط الأخلاقية بالضوابط الإيمانية بالخوف من الله سبحانه وتعالى بالرغبة والرهبة لله سبحانه وتعالى لعظم هذا الإيمان باليوم الآخر أيها الإخوة نجد لعظم هذا الركن في حياة الإنسان المؤمن وفي عقيدته نجد التأكيد عليه في كتاب الله سبحانه وتعالى وهناك اعتباط دوما بينه وبين الإيمان بالله سبحانه وتعالى فالمؤمن بالله مؤمن باليوم آخر والذي يؤمن باليوم الآخر هو مؤمن بالله سبحانه وتعالى لذلك ذكر كتاب الله سبحانه وتعالى في تسعة عشر موضعا كان يربط بين الإيمان بالله وبين اليوم الآخر فإذا ذكر الإيمان بالله ذكر معه الإيمان باليوم الآخر قال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ارتباط بين الإيمان بالله وبين الإيمان باليوم الآخر قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر فالله سبحانه وتعالى يربط دوما بين الإيمان بالله وبين الإيمان باليوم الآخر فالإيمان باليوم الآخر هناك ارتباط واضح بينه وبين الإيمان بالله سبحانه وتعالى ما أهمية هذه العقيدة في حياة الإنسان هناك عدة جوانب لا بد أن نتكلم عنها تبين أهمية الإيمان باليوم الآخر في حياة الإنسان وتبين أثر هذه العقيدة على حياته وعلى أخلاقه وعلى سلوكه أول هذه الأشياء أيها الإخوة مشكلة السلوك الإنساني إذا نظرنا إلى سلوك الإنسان يحتاج إلى ضوابط ما هو أعظم ضابط ممكن أن يضبط الإنسان؟ يضبط سلوك الإنسان هناك ضوابط اجتماعية هناك ضوابط قانونية ضوابط أخلاقية لا يوجد أعظم من ضابط إيماني يربط الإنسان بربه سبحانه وتعالى وباليوم الآخر يوم الحساب لا يمكن أن ينضبط سلوك الإنسان من خلال هذه الضوابط كل هذه ضوابط ضعيفة العرف العادة الخجل من الناس الضوابط الاجتماعية فيما بين الناس الضوابط القانونية التي يمكن أن يتهرب منها الإنسان ولكن لا يستطيع أن يتهرب من يوم الحساب لا يستطيع أن يتهرب من ربه سبحانه وتعالى ومن مراقبته ومن الوقوف بين يديه فهذا لو تمكن هذا الركن في قلب الإنسان هو أعظم ضابط يضبط سلوك الإنسان فدوما يعلم أنه هناك حساب هناك عادل من الله سبحانه وتعالى هناك الطلاع على حقيقة الإنسان وعلى حقيقة عمله وعلى ما في قلبه كل تلك الضوابط لا تستطيع أن تضبط ما في داخل الإنسان ما يضبط ما في داخل الإنسان هو شعوره بالوقوف بين إله عدل حكيم يطلع على ما في داخله هذا الذي يستطيع أن يضبط سلوك الإنسان إذا خلق قلب الإنسان من هذا الضابط كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى عن بعض الناس ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد قلب لا يوجد فيه ضابط لا يوجد فيه ارتباط باليوم الآخر لا يوجد ارتباط بيوم يحاسب فيه أمام الله سبحانه وتعالى لذلك إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها هو مصدر فساد ويهلك الحرث والناس الاعتداء وظلم وفساد في الأرض والله لا يحب الفساد أما الإنسان المؤمن فتجد دوما يسارع إلى الخير يسارع إلى العدل يسارع إلى عمل الصلاح والإصلاح في الدنيا قال سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أحدت للمتقين الإنسان اللي يتقي ربه سبحانه وتعالى ويتقي يوم الحساب فدوما عنده مسارع إلى رضوان الله سبحانه وتعالى ماذا عنده الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فإذا تمكن الإيمان بيوم الآخر فتجد نفس الإنسان طيبة تجد عنده كرم تجد عنده عطاء تجد عنده بذل تجد عنده كظم للغير تجد عنده إحسان في معاملته بينه وبين الناس الإيمان باليوم الآخر كذلك يتجلى فيه العدل الإلهي هناك حاجة في نفس الإنسان إلى العدل الإلهي من خلال تعويض الإنسان لا يستطيع أي إنسان أن يعوض من أصيب بفقد ولده من يستطيع أن يعوضه من أصيب بمرض شديد ليس له علاج من يستطيع أن يعوضه من فقد حاس من حواسه من ظلم في هذه الدنيا ولم ينصفه قانون من وقعت عليه مصيبة لم يستطع أن يدفعها من مات ظلماً وعدواناً من يستطيع أن يعوضه لا يستطيع أي قانون من قوانين الدنيا أن يعوضه لا يستطيع أبداً لذلك يكون تعويض من خلال الجزاء من خلال التعويض الإلهي يوم القيامة وأعظم التعويض من الله سبحانه وتعالى فهذا الألم العظيم الذي يصيب الإنسان يقابله ثواب عظيم من الله سبحانه وتعالى لذلك عندما قال سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابعين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فالله سبحانه وتعالى يرحمهم يعفو عنهم على هداية من الله سبحانه وتعالى فالابتلاء هذا هناك تسلي من الله سبحانه وتعالى من خلال الجزاء يوم القيامة فالإنسان لا يمكن أن يجد تسلية أو تعويضا إلا من خلال إيمانه بربه سبحانه وتعالى وباليوم الآخر في أحاديث كثيرة للنبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا تسليف قلب الإنسان المؤمن وثواب الله سبحانه وتعالى له في حديث الإمام الترمذي عندما يقول ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قبضتم ابن عبدي فلان يقول للملائكة قبضتم ثمرة فؤدي يقولون نعم يا رب ماذا قال عبدي؟ قال حميدك واسترجع فيأتي الثواب من الله سبحانه وتعالى حميدك واسترجع ابن لعبدي بيتا في الجنة سموه بيت الحمد ثواب عظيم من الله سبحانه وتعالى لصبر هذا الإنسان فقد ابنه ثمرة فؤاده لا يستطيع أي شيء أن يعوضه في الدنيا لكن ثواب الله سبحانه وتعالى أعظم ثواب الله سبحانه وتعالى وتسلي لهذا الإنسان الذي فقد أحب الناس إليه وفقد ثمرة فؤاده في حديث الإمام أحمد يقول من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرض له بثواب دون الجنة أي فقد عينيه ماذا يستطيع البشر أن يقدموا لإنسان فقد عينه أي نوع من التعويض لا يمكن أن يحوضه مهما كان كبيرا وعظيما عطاء الناس لا يستطيع أن يعوضوا لا يستطيع عطاء الناس أن يعوض هذا الإنسان عن حبيبتيه عن عينيه لكن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول لم أرض له بثواب دون الجنة فيكون ثواب من الله يوم القيامة يكون له ثواب عظيم من ربه سبحانه وتعالى من أهمية هذا الإيمان في حياة الإنسان المسلم لو نظرنا إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الإنسان عبثا والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يسوي بين الفاسق الفاجع وبين الإنسان المؤمن بين من يعمل وبين من لا يعمل فلذلك سبحانه وتعالى يظهر عدله في هذا اليوم قال سبحانه وتعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون في القوانين الدنيوية نجد هناك مساوى بين المفسد وبين الإنسان الصالح لا يستطيع المفسد قد لا يستطيع أن يحصل حقه أو جزءا من حقه قد يفقد الإنسان ماله ولا يستطيع أحدا أن يعوضه والإنسان اللي أخذ المال يأخذه يتمتع فيه من الذي يعوض هؤلاء هل يمكن أن يكونوا سواء عند الله سبحانه وتعالى في الدنيا لم ينال شيئا في الدنيا ينظر الناس أن هذا صاحب مال وهذا ما عنده مال لكن يأتي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فيقول أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون العدالة المطلقة من الله سبحانه وتعالى أنه لا يسوي بينهم من العدالة المطلقة أن الله سبحانه وتعالى لا يسوي بين المسلمين وبين المجرمين أفنجعل المسلمين كالمجرمين إذا كان في القانون الدنيوي ما استطاع الإنسان أن يعدل فيظهر ثمرة العدل يوم القيامة أن الله سبحانه وتعالى لا يسوي بينهما الله سبحانه وتعالى يقول ما لكم كيف تحكموا كيف يمكن أن نسوي بين إنسان مجرم عاصي طاغي كافر قاتل ظالم وبين إنسان مؤمن تقي صالح يعمل الخير لا يمكن أن يكون هناك بينهما أمام عدالة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أن يوم القيامة يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون كل الأشياء التي تقع في هذه الدنيا هناك محكمة إلهية إذا لم تنصف الإنسان المحكمة الدنيوية فمحكمة الإله سبحانه وتعالى يوم القيامة تنصف الناس جميعا في الأشياء التي اختلفوا فيها في الظلم الذي وقع في المظالم التي تقع على الناس جميعا الذي يحكم بها ربنا سبحانه وتعالى فاليوم الآخر ويوم القيامة ويوم الحساب تتجلى فيه هذه المعاني لفيها عدالة مطلقة عدالة الله سبحانه وتعالى هناك أمل دوما في نفس الإنسان يتطلع أن ينال جزائهم وأن المجرم ينال عقابهم هناك آلام شديدة تصيب الإنسان عندما يظلم في هذه الدنيا في أعماق نفسه يتألم فدوما نفسه تطمح أن يجد ثواب ذلك أن تظهر عدالة الله سبحانه وتعالى عندما لم تنصفه الدنيا وقوانين الدنيا لذلك قال سبحانه وتعالى واتقوا يوما تعجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون تنبيه لذلك اليوم اتقوا يوما لكل الناس جميعا في يوم اتقوا هذا اليوم الذي سترجعون فيه إلى الله سبحانه وتعالى ثم توفى كل نفس ما كسبت لا يوجد هناك ظلم وإنما عدل من الله سبحانه وتعالى لذلك تطمئن نفس الإنسان المؤمن أن ما فقده وأن ما ضيعه وأن ما وقع عليه الظلم سينال جزاءه عند الله سبحانه وتعالى دون أن يظلم شيئا فالله سبحانه وتعالى تتجلى عدالته في يوم القيامة في اليوم الآخر في يوم الحساب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالسعادة آجالنا وأن يحقق لنا آمالنا نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا إنه سميع قريب مجيب الدعاء والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المرء من غير دين يا رب لم يسوى في الكون شيئا يا رب